بيبدأ الفيلم في مبنى هاي رايز والجسس مرمية في كل حتة وده الدكتور روبرت واحد من الناس اللي قدروا ينجو ولقى الكلب ده في الدور عنده فرح شاوى الكلب واكله علشان ده حال الناس في مبنى هاي رايز ساعتها اي كئن حي حتى لو بني ادم فهو يعتبر اكل وبنروح في فلاش باك من ثلاث شهور وكان ساعتها مبنى الهاي رايز تم الانتهاء من بنائه واللي بناه شخص اسمه انتوني رايل وكان بيدعي ان مباني الهاي رايز هي احسن مباني سكنية في انجلترا علشان فيه جيم وحمامات سباحة وسباة ومدارس للاطفال وحاجات تانية كتير ميستر رايل عملها في مبنى الهاي رايز ووقتها فيه مئات من الناس عزلوا للمبنى ده والمبنى كان 40 دور واللي عايشين في الادوار اللي فوق هم الاغنى واللي عايشين تحت هم الفقرة والفقرة اللي تحت عاشتهم ما كانتش حلوة وعيانهم ما كانوش بيروح المدرسة وكان بيتم معرفة الشخص ده غني واللي فقير من الدور اللي ساكن فيه ومثلا اللي عايش في الدور الستة وعشرين او اغنى من اللي عايش في الدور الـ 25 ودكتور روبرت كان لسه معزل للمبنى ده وكان عايش لوحده في الدور الـ 25 وكان طول الوقت يا اما لابس بدلة يا اما مش لابس خالص وفي مرة وهم غفل في البلكونة عنده واحد اسمها شارلوت اللي ساكن في الدور الـ 26 بتشوفه وهو نايم وصحته من النوم وهي اول ما شافته اعجبت بيه وبتدعول الحفلة اللي عاملها النهاردة وواحد اسم وايدلر كان مع شارلوت وده بيشتغل في التلفزيون وكان دايما بيحاول يقرب من شارلوت وكان من سكان الدور الاثناشر بس شارلوت ما كانتش بتطيقه وعاوزة تمشي من بيتها وبتقول له انت مش نوع المفضل من الرجالة وبعدها روبرت بيلبس بدلته ورايع شغله وكان بيشتغل دكتور فيسيولوجي في الجامعة وكان جامع طلابه بيديهم محاضرة وبيفتحوا قدامهم جمجومة واحد ميت وواحد من طلابه اسمه منرو ومقدرش يستحمل المنظر ده وقفهم عليه وروبرت فورا بيؤمر بفحص منرو وبعدها روبرت بيروح حفلة شارلوت وبيعرف انها مطلقة وعندها ولد وبيتعرف الحفلة دي على وايدلر ومراته هيلن اللي عايشيت في الدور الاثناشر ووايدلر ده كان شخص متكبر وعالطول بيخل مراته قدامها وروبرت بيستمتع جدا بوقته مع صحاب الجدد وروبرت بيروح بيته متأخر بش بيقدر يروح الشغل تاني يوم وبعدها شارلوت بتعدي عليه وبيروف الحمام السباحة واللي كان فيه الطبقة المتوسطة والفقيرة من المبنى وروبرت بيرفو دينة الحمام السباحة مع شارلوت علشان هو لابس بدلة وبعدها بيجي له واحد اسمه سيمينز وبيقول له ميستر روين عاوزك حالا وروبرت بيجي معاني الدور الاربعين وسيمينز كان بيتكلم مع روبرت بطريقة غريبة وكان بيرد عنه بكلمة واحدة وروبرت بيوصل لبيت ميستر رويل الفقب وبيخش يقابله وبيتعرفه على بعض وميستر رويل كان لسه بيرسم له واحد تاني المباني عاوزي منيها وبيقول له انه لسه عاوز يبني اربع مباني كمان وكلهم يبقوا جموا بعض وبيحكي له ميستر رويل انه عمل حدثة من سنين وقصرت على رجله وبيطلم من روبرت انه يعالجه بس روبرت بيفهمه انه دكتور جامعي بش دكتور بيزابه المهنة الطب وبعدها ميستر رويل بيعزمه على حفلة امراته وعملها بكرة وبيقول له روبرت بيقابل شارلوت تاني وبيلعبه على ريسه عروسه وفي النص كده شارلوت بتقوله عمره ما ميستر رويل دعا حد لبيته بس بيخش عليهم طبي ابن شارلوت وبيبوز عليهم الليلة وروبرت على طور خد بعضه ومشي وتاني يوم روبرت بيروح للسومار ماركت اللي في الدور الاثناشر وبيشوف واحدة اسمها جن وجن بتبصله وبتقوله انت عاوز توقيعي وروبرت مش بيبعارف هي مين اصلا وعلى الكشير بيعرف ان جن دي ممثلة مشهورة وبعد ما بيمشي النور بيبدأ يقطع في السومار ماركت بسبب الكهربة الزيادة ان الادوار العانية بتستخدمها وبعدها روبرت بيروح الحفلة بتاعت ميستر رويل اللي بتطلع عنها حفلة تنكرية وكله لابس لبس من الكرن الـ 18 وكل حد بيشوفه لابس بدلة بيتارق عليه وكان منهم الطالب بتاع من روه اللي اخم عليه واللي بيتلع عنه ساكن في الممنى ده في الدور الـ 39 منز بيجيله وبياخد منه سجيره والمشروب بتاعه الرخاص وبيرميهم وبيركبه الأسانسير وبيرميه برا الحفلة وعلى حظ روبرت الكهرباء قطعت جوه الأسانسير وروبرت تفيد المحبوس جوه لساعات وبعدها كل السكان من الدور الاول للدور الـ 12 كانوا بيحتاجوا بسبب قطع النور المتكرر وكانوا بيشكوا للإدارة وويدلر كان لسه هيعمل شهب بس روبرت بيهديه وبعدها روبرت وهو في شغله بيجيله نتيجة فحص منرو ونتيجة الفحص كانت أن المنرو مش بيعاني من أي حاجة وروبرت بيروح يلدها منرو وهو قاعد مع زميله علشان يعرفه نتيجة الفحص بس منرو بيكلمه بطريقة وحشة وبيفتكر روبرت لما منرو التاريق عليه في الحفلة مبارح فروبرت كذب عليه وقال له انت عندك ورد في المخ وبعدها كان عامل حفلة في بيته للأطفال وهو عمل كده علشان يجمع الأطفال دول ويحتاج على الكهرباء اللي بتقطع وعدم المساواة وويدلر كان شايف أن روبرت منحاز للطبعة العليا في المبنى وهي للمرات ويدلر بتقوله أن الأطفال اطردوا النهاردة من حمام السباحة علشان كنصتهم عالي والكنان ده دايق ويدلر جدا وبيقول أنيش هاسمح لحد أنه يزين لابني وبيجمع كل الأطفال وبياخدهم لحمام السباحة ويتوبي ابن شارلت وروبرت فضلوا قاعدين ويتوبي سألوا عن عيلته فروبرت قال له وأنا صغير ما كنتش الابن اللي أبوي يفخر بيه ويتوبي بيقول له أنا أبوي ساكن هنا في المبنى وبياخدوا روبرت علشان يرجعوا البيت بس بيلاقي إن الأسانسير مش شفال فبيطلعوا على السلم بينما ويدلر والأطفال بيقطعها محمام السباحة بتاع الأغنية في الدور الثلاثين وروبرت بيقابل سيمينز على السلم وسيمينز بيقول له أنت بتحاول تخش طبعة اكتبعية بش بتاعتك وبيحاول يبعده بيطنعوش للدور النفوق وساعتها النور بيطع في المبنى كله وكل الأغنية بيسيبوا حبام السباحة وبيمشوا وواحد من الأغنية دول كان مدير ويدلر في الشغل وبيطرد ويدلر بعد الشهب اللي عمله وفيه كلب من بطوع الأغنية نطف حمام السباحة وويدلر طلع أغنه في الكلب ده وقتله وروبرت وصل طوبي شارلوت ورايح على حمام السباحة علشان يطمن على ويدلر وروبرت لما وصل حمام السباحة لقى الكلب مقتول وصحبة الكلب بزعلانة وبتعايب عليه وويدلر نزل الدور بتاعه ولقى الطبق اللي عنده عاملين حفلة وويدلر شاف مراد سيمينز وعجبته بس سيمينز بيتدخل فرح ويدلر نزل فيه ضرب لحد ما وصل روبرت وشاله من عانيه وبعدها روبرت شرب ونسجم معه في الحفلة ووقتها من رو وهو سكران على الاخر نط من ملكونتو وانتحر وده بسبب الحلم محبطة اللي وصل لها بعد ما اعرف انه عنده ورن في المخ وروبرت تدايق وتصدم بعد ما شاف كتبتو عملت ايه وتاني يوم الصبح الامور بتبقى اسوأ والمية كمان بتقطع وويدلر بيتعصب جدا وبيروح يخبط على روبرت وبيقول له انه عاوز يعمل فيديو عن الحالة المزرية اللي في العمرة دي ويبعته للسلطات وعن مونرو اللي انتحر مبارح وما فيش ولا على بيت بوليس جات ولا زابط حق ورا الموضوع وويدلر شايف ان ميستر رايل دافع فلوس للشرطة علشان محدش فيه بيقرب من المبنى بتاعه وميستر رايل كان سايب المصايب اللي بتحصل في المبنى ومركز في المباني التانية اللي عاوز يبنيها وكان متجاهل كلام سيمينزلي وفي الادوار العالية الناس الاغنية بيتكلموا عن الفقر اللي عايشين تحت وبيقول واحنا لازم نسيطر عليهم وواحد بيقترح اننا نديهم درس قوي ونعمل حفلة احسن من الحفلة اللي عملوها وواحد تاني بيقترح اننا نستولى على كل الموارد اللي في السوبر ماركت وكلهم وفقوا على الفكرة دي وعملوا اصابة وروبرت حاسس بالزن مع رموت من روف ووايدلر كان بيجهز معداته علشان يصور اللي بيحصل في المبنى مس هيلين بتقوله انت المفروض ما تسيبنيش زي ما عملت المارح ووايدلر كان كل اللي همه انه يصور المبنى وهيلين بتقول العيشة كانتها تبقى احسن لو انا عايشة في الادوار اللي فوق انا حتى بحسدهم على نور الشمس اللي واصل لهم ووايدلر بيطمنها وبيقولها كل حاجة اعتبقى كويسة وهيلين بتقوله سيبلي فنوس قبل ما تمشي مس ووايدلر خاد الفنوس اللي كانت موجودة وما سبش حاجة ومشكلة قطع النور والمية لسه ما تحلتش وروبرت ما بقاش عارف يركز وهو في شغله والزبالة والاهمال بدأوا يزيدوا في المبنى والاكل والشرب في كل السوبر ماركت بدأوا يقلوا جدا والروبرت ما بقاش بيكون كويس وحياته اتدهورت تماما وبقى بينام معظم الوقت وبعدها سب شغله وما كانش نفسه ابدا يسيب المبنى ومتمسك به والناس مع بعضهم بسبب قلة الأكل بدأوا يتخنقوا ويدرابوا بعض وما حدش بقى بيسيب التاني يشتري حاجة واحدة من السوبر ماركت والسرقة والاختطاف زادوا جدا في المبنى ووايدلر وهو في السوبر ماركت وكان بيصور اللي بيحصل جت عصابة الأغنية ونزلوا فيه ضرب وبعد ما خناصوا عليه رموا في الجراش مع الزبالة وروبرت كمان دخل في خناءة مع واحد علشان روبرت كان يشتري عنب الديهان وروبرت اللي عمر مدخاني بقى شبه الحيوان في العراق وبيضرب بكل غل لدرجة انه طلع عين اللي بيضربوا من مكانها وكل الستات والأطفال استخابوا فقودة واحدة علشان يحموا نفسهم وهيلل رحت لهم وخبت عائلة هناك وبعدها راحت زارة روبرت وروبرت اخدع وفرج على شايته بعد ما دهنها بالديهان الجديد اللي جابه وميستر رايل لسه مشغول بالمباني بتاعته وبيلاقي في ناس كتير اقتحمة البيت عنده وبيسأل سايمنز في مراتي وسايمنز قال له ان اللي في الطبقة الوسطى خطفوها وبيعذبوها وبيقول له انت لازم تنقذها وإلا ممكن تموت فرويل رح على طول نزل في الأسانسير بتاعه علشان ينقذها وبيعتل عن وايدلر عايش وبيخش المبنى تاني وبينالا رايل بيدور على مراته وويدنر بيشوفه ووايدلر ما كانش يعرف في المدى مستر رايل صاحب المبنى وبينصحه وبيقول له خلي بالك علشان الناس هنا بجننت وسابه ومشي وبيستر رايل بيعلى على شكل بتاعه اللي كله دم علشان شاف ظابط عاوز يخش المبنى بعد ما جاله بلغات باللي بيحصل هنا بس مستر رايل مشاه وقال له كل حاجة هنا تمام وساعتها هيلن وروبرت كانوا بيرقصه وبيقض وقت حلو وهيلن حصل السعادة وهي في الدور الخمسة وعشرين ومستر رايل لقى مراته والناس بيعذبوها فرح ضربهم بعصائط لهوكي وخام مراته ومشي ووايدلر لقى الخدامة اللي شغال عند مستر رايل وقال لها انه عاوز يخش الدور بتاع مستر رايل باي شكل وهيديها الفلوس اللي عايزها فالخدامة وفقت وديته مسدس وبتقول له علشان توصل لمستر رايل الاول هتحتاج تعدي على شارلوت علشان هي كانت في علاقة مع رايل وهي مفتاحك للدخول لبيت مستر رايل وهيلن بتقول لروبرت ان شارلوت كان عندها حق انت احسن واحد في المبنى ده وبعد ما هيلن مشيت واحد اسمه ستيل بيقول لروبرت ان الناس في الادوار اللي تحت تبعت بتقايد مراتاتهم في مقابل الاكل بس روبرت بيرفده بيقول له لا اكيد مش هعمل كده وروبرت بيفكر في جملة هيلن لما قارت له ان شارلوت قالت عنه انه احسن واحد في المبنى وهيلن وقف طريقها لعيالها بتتخطف وبتقعد تزعق بينما وايد لار كانت في شقة شارلوت وبيقول لها ان دلوقتي عرفت ان ليه مش نوعك المفضل من الرجالة وبيقول لها ان عرفت انك في علاقة مع مستر رايل وعرفت انك مخلفة منه توبي وشارلوت حاولت تهرب منه بس وايدلر مساكها وجرجرها على الارض ونزل تعزف فيها وتاني يوم شارلوت المسكينة بيت بتخدم وايدلر وبتأكيره من الاكل اللي عندها وبتبص من البلاكونة على الدور بتاع روبرت وكان نفسها تشوفه وتطلب منه المساعدة والستات بيلقوا هيل المرمية في الارض وبياخدوها عندهم والناس الارينية بيتكلموا عن وايدلر وبيتفوا انهم يخلصوا منه وكل اللي عايشين في الادوار اللي تحت لازم يموتوا وبيبعتوا جواب لروبرت علشان يقتل وايدلر وبعدها سيمينز بيقتل الحصان بتاع مستر رويل وبياكله علشان ما بقاش في أكله في الممنى تقريبا وروبرت بيلاحظ ان بعد كل اللي بيحصل محدش عاوز يسيب الممنى ويمشي وبعدها بيخش لبيت شارلوت وبيشوفه من دمر وبيلاقي وايدلر موجود ووايدلر بيقول انه حاسس بالزم علي عمله بس اللي حصل في الممنى هو الخناني كده وبيلوم نفسه انه مقدرش يحافظ على عائلته ولا قدر يساعد الناس اللي ماتوا في الممنى بسبب إهمال الإدارة وروبرت شاف ان وايدلر شخص عائل وقرر انه ما يسمعش كلام الناس الغنية وما يقتلش وايدلر وخذ بعض ومشي وبعدها الستات كانوا بيعالجوا شارلوت من اللي وايدلر عاملوا فيها والأغنية استودوا روبرت علشان ما سمعش كلامهم وروبرت بيقولون وايدلر ده أعلى شخص في الممنى وغير كده لمقدرش يقتل حد فقاموا ضربينه وكان عاوزين يرموا من البلكونة بس ميستر رويل بيتدخنوا بيمنعهم وما كانش عاوز حد يموت وكان وصك انه هيقدر يرجع الممنى كما كان وكل حاجة ترجع لطبعتها وبالليل ميستر رويل وروبرت وشارلوت بيقعدوا ياكلوا مع بعض في نفس الدور اللي فيه الطبقة الفقيرة ورويل بيقول لهم انه هيعيد ترميم ممنى نهاي رايز من تاني وشايل فلوس على جنب الموضوع ده بس هو عايز مهندس شوتر وبيقول لهم ان كل اللي كنت عايزه ان الناس تعيش عيشة حلوة وجديدة مس يمكن كل اللي حصل ده هيخلينا نتطور للمستقبل وساعتها هيلين مرات وايدلر بتولد وده بيخلي كل الناس فرحانا ولكن وايدلر بيوصلوا مع المسدس وبيبوز فرحتهم وبيبتهم ميستر رويل لكل الخراب اللي حصل في اللبنة وبيصوب عليه وبيبتلوا وبكده تكون مهمة وايدلر انتهت مس بتيجي ارايب ميستر رويل الستات وبتيقت الوايدلر بالسكاكين وتاني يوم روبرت وشارلوت بيدفنوا وبيبدأوا هم اللي اتنين ينظفوا المبنى وبيقول روبرت ان الحاجة الكويسة اللي حصلت انه هيعيش مع شارلوت ومع تضهر الحالة العقلية للناس روبرت بيفكر يفتح يادة علشان يعالجهم فيها مع انه هو كمان الجنن والفيلم بينتهي مع توبي وهو بيسمع الراديو وبيتقال حينما توجد الرأس المالية مستحيل تكون في حرية وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة اللي باشافش الحلقات اللي فاتت اشوفها اشوفكم على خير هو باي باي